تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمر بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية تهنية من سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة نفاع البحرين ورفع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء في البرقية إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى أسماء آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته قائدا لهذه المسيرة المجيدة وأن يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة أعواما عديدة وقد تحقق لمملكة البحرين في عهد جلالته الزاهر المزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار بقيادة جلالته أيده الله وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ترجمة نانسي قنقر